السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم ياسمين عشور لو اول مرة تشوف قناتي ياريت تشترك في القناة واتفعل الجرس ليصلك كل جديد فيديو النهاردة هنتكلم على طريقة تشويش خلفية اي صورة ببرنامج بيك هيرو تابعوا معي الفيديو للنهاية زي ما قلنا في البداية فيديو النهاردة هنتكلم على طريقة تشويش اي خلفية ببرنامج بيك هيرو وده البرنامج اللي معي النهاردة وهسبوركو فيه صندوق الوصف هضغط وافتح البرنامج والبرنامج بالشكل ده كده وانا هضغط على كلمة الخلفية كلمة الخلفية هتلاقي معرض الصور والكاميرا طبعا انا هختار معرض الصور طيب لو مش كل الصور موجودة عندك هنا هتلاقي كلمة الستوديو هتضغط عليها اول ما هتضغط عليها هيجلك كل الصور الموجودة على الموبايل هضغط على الصورة دي كده اللي انا عاوزة اعمل تشويش للخلفية ولا اكلمة تحت انا تموي هضغط عليها وزاي ما انتم شايفين هتلاقي كده اه مصطرة كده وفيها دايرة هضغط على الدايرة دي وهتشوفه معي طبعا انت على حسب ما انت عاوز بقى هتعمل التشويش للخلفية عايزها ازاي بالظبط مسلا الخفيفة كده 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 اهو اهو كل ما ارجع لورا بتبدأ تظهر معي الخلفية اهو 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 ما اطلع لقدام كده نحية الشمال فالخلفية بتاعتي بتختفي خالص اهو طريقة سهلة وبسيطة وهسيب لك لينك البرنامج ده في صندوق الوصف طيب دلوقتي انا هحفظها ازاي طبعا احنا هنعملها دلوقتي يعني مش اه مش تشويش قوي يعني اهي نص نص اهو تمام واضغط على علامة الصحي اللي فوق دي اللي هي حفظ هضغط عليها اول ما اضغط عليها هيجي لك تحت هنا حفظ الى المعرض هضغط على حفظ الى المعرض اهه كده الوقتي موجودة على الاستوديو بتاع الموبايل هضغط عليها كده وهي موجودة هم دي الصورة الاصلية هي ودي الصورة اللي انا عملت لها تشويش وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة وتكلمنا على طريقة تشويش خلفية اي صورة برنامج بيكيرو لو عجبك فيديو النهاردة يا ريت ما تنساش اللايك ومشاركة والاشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته